اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الاولى من برنامج الاهل الليلة واللي بيشرفنا فيها احد نجوم نادي المقنون العرب السابق واحد نجوم منتخب مصر اللي بالتأكيد شارك مع المنتخب في فترات كبيرة جدا تحديدا فترة الساميلينات مع المدرسة او العلامة الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه بيشرفنا في هذه الفقرة الكابتن علاء نبيل المدير الفني السابق لنادي المقنون العرب كابتن علاء مشرفنا منورنا اهلا بك اهلا بك اولا المقنون العرب يعني ماشي بشكل جاد في التوقيت الحالي ونفس التشكيلة ونفس المجموعة اللي كانت معك الكيميا او الشكل اللي ظهر بيه المقنون الفترة الاخيرة يعني اكتر واحد يقدر يكلمنا على المسألة دي حضرتك كنت موجود مع الفريق وكان فيه سوق حظ كبير جدا ونتايج دايما كانت بتبقى معاكسة معاك دي حاية دي حاية دي اللي حصل في التوقيت الحالي بالشكل بقى المختلف ده هو تأكيدا اللي على الكلام حضرتك ان نفس الفرقة نفس التشكيل نفس مفيش لعيب واحد اتغير اه انا خدت موجود كبير جدا عشان اعمل فرقة دي باقل الامكانيات بش عشان النادي مثلا قال لأ مفيش فلوس لأ كان فيه هدف كان موانا نسمى حسن صلاح رئيس النادي قعد معايا وقال لي احنا اكبر بتوسط اعمار في الدور الممتاز لازم بتوسط اعمار ده ينزل قعدنا وشوفنا الاسماء اللي احنا احترام ليهم الكامل طبعا كان لعيب اكلهم على مستوى عالي لكن احنا فيه هدف لحنا ننزل بتوسط العمار اه من خلال اه اه توجدي فيه كمسؤول ماسك قطاع النشئين في نادي الماويون عرفها كان عيني على كام لعيب كان اه من حقهم اللي هم يلعبوا في ناديهم ومن حقهم اللي هم يلاقوا فرصة فخدت اللعيبة دي اه جبت لعيبة كلهم من الدرجة الاولى جبت شوالة لعيب من الدور الممتاز باستثناء محمد طلعت جبته قبل نهاية القيد بالضبط بعشر دقيقة كان عندنا مطشف الاتحاد اول كان في تحت الدور العام الدور الممتاز كان الماولين والاتحاد في اسكندرية وقاعد بدير الموضوع في اسكندرية لغاية لما محمد طلعت جبته قيته اخر عشر دهائق في القيد هم دي الفرق اللي بتلعب مجالي من بنسويف تيتا من الكواكولا محمد طلعت اللي جبته من اه الاردن ايهب سامير من المنصورة احمد الشيمي بقى بيلعب من اول سنة معايا ابراهيم عادل ما كانش بيلعب خالص بقى بيلعب حسن الشاي من النهاردة باكش مال يمكن اكبر لعيبة سنة لكن بسم الله ما شاء الله من احسن لعيبة اللي موجودة في فناد المولين محمد سامير ابراهيم صلاح سستة احمد علي طاهر اللي هو هما الاتنين احمد علي وطاهر في منطقة مصر الاتنين حاجة فبتديت فترة للعداد عملت فترة للعداد قوية جدا جدا من خلال بقى يعني اقول لحظك حاجة من خلال خبرتي بقى في الكورة والمواقف كتيرة فتعنتش الحظ هو اتعنت خلاص هو باينة يعني في مصرات كتيرة جدا في حاجات مش طبعية يعني بقى كذبان في اخر اربع دقايق جنين لو ما يجوش في فرقة نشئين او براعم مباريات كتيرة اخدها اقطاء تحكمية اثرت علي خلاص في لعبكة خدت قراري من حبي للنادي انقرارك كتير علي اه طبعا قراري بس النادي تأكد في موقف معين احكيوه لك مطش دجلة واحد صفر دجلة شوت الاولاني على ملعبنا شوت التاني مش عايز او لاحظك سيطرة تمة خمسة اواربعين دقيقة مش عايز تخش تمشي على خطه ده تلحها وده فطلعت بعدها قلت انا بعتذر النادي رفض تأكد هذا كلامي بقى في مبارة الاسماعيلي مبارة الكاسة لو تشوف حضاك الانفراضات اللي راحت لنادي المقاولين والاهداف اللي ضاعت حتى لما هما جابوا الجون جون غريب الشكل او جبته حاجة يعني تدحك يعني خلاص فهو النادي قال لك فعلا يعني الراجل ده اختنى الراجل ده خلاك كلامه صح خلاص هي بش ماشية لكن لما المانتس محسن تكلمني لا قلت له بش مانتس ما تلقش معاك فرقة خوية معاك حاجة اي حد هيجي هتغير بس زي بقوله في البلوغة العربية العتبة العتبة الافرة وحضاك شايف النتائج يعني طبعا بشكر كابتن ماذا ان حصله هو تواجد في هذه الظروف ربنا كرمه كرم كبير في خلال الفترة دي ممكن كابتن عماد من الناس اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا وعانى كنت بيعاني معايا الفترة اللي فاتت اللي هو كان بيعاني فيها في الدورة برضو كانت الظروف كانت افلى معاك وايس لكن ربنا عوضه خلال الفترة دي في المقاولين اعتقد اللي هو عوض كل اللي فات في خلال الفترة دي وهو طبعا طلع مشكورا وقال انا معمدش حاجة دي هي نفس الفرقة ونفس معمدش اي حاجة خالص لكن ها دي كرة الخدم فطبعا انا سعيد اسعد واحد اللي انا الفرقة بتكسب والفرقة عاملتها كويسة لان ده زي ما حدك بتقول الناس فهمة كورة عارفة يعني ايه فرقة عارفة ايه انت فرقة تكونت واه 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 والحاجة طب فرقة تكونت محتاجة الصبر شوية لسه مجموعة تلاقي بتبدو على الوضع حتى لو فيه ظروف معاكسة في الملعب سواء تحكيم او سوق حظ بيقابلك لكن الفرقة لسه متكونة ممكن محتاجة خمس ستة مطشات وراء بعض حتى لو نتاك سلبية تصبر عليه شوية لان حتى في التويت اللي مستك فيه كابتن عمد النحاس عايز اقول لك وإحصائية من سبع مباريات فالستة تعادل المباراة في التويت اللي انا بتكلم معك كابتن عمد حتى حاليا مع الاسماعيلي كان متقدم وحاليا الاسماعيلي متعادل معمول للعامل اقول له حضرك حاجة انا لعبت يعني بصراحة يعني المطشات الصعبة كلها بداية الدورة كانت قصية جدا اتحاد مقصة ام بي برامد زمالك جتراع الجيش تلعبت كل الصعب لكن اقول لحظك ايه الظروف بتبقى يعني فيه نقطة كمان عاز اتكلم فيها الضغط الاعلام اللي حصل ان احنا من اول اسبوع ترتيب الجدول ترتيب الجدول طب النادي الاهلي قاعد لغاية من ثلاث اربع مطشات اخر الدورة طب انت النهاردة هل تجروا ان تقول نادي الاهلي اخر الدورة طب ما عنده مطشات عنده لسه مبرات كتير موجلة تمام النهاردة الاسماعيلي مع اخر الدورة هتقدر تقول الاسماعيلي مثلا هيهبط درجة تانية ولا فيه 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 ظروف انا كان ناقص لي اربع مبارات ناقص كان فيه مبارات متأجلة طب اقول لحظك حاجة مطش الاسماعيلي كان في كويت بمغلومية 2-0 وكزب وضرباء الجزاء ورجع تقريبا كانت بطولة عربية كان بطولة عربية كزب وفا سماعية 2 وكان زاعتها رحيل بقيرة وكان عنده طرد البهر المحمدي وكان عصام حضر عام المشاكل وكان عنده إصابتين في السرد وكين الورق يعني فرقة جاية مستوية اللجنة المستعبت راح تمأجلين المباراة تمأجلت المطر المباراة تلاقب دلوقتي المباراة معجلة دي كانت مفروض قبل فترة دي لدي الإسماعيلي يكون موجود فيها من حق لا نلعب كل واحد بنتهز فرصة الفرقة لقدامه ففيه ما دي برضو من الظروف اللي هي ده البخت فده البخت فالحمد الله يعني أنا الحمد لله ماشي كل حتة الناس كلها بتتكلم على فرقة المقاولين ولا ولا موجود لأن طبعا الناس فاعمة كورة يعني كان منك جهد كبير تكون الفريب الشكل ده طبعا طبعا أولا عشان تستغنى عن اللعيبة اللي موجودة وتقعد تحكمها كواس قوي مين اللي يفضل ومين اللي يستنى ومين اللي يمشي دي عملية خطيرة جدا زائد اللي انت بتركب بتجيب الملعب ده في أول السنة اتنين هنا اتنين هنا اتنين بحسب السسم اللي انت بتلعب بيه عشان تفاضل بقى مين اللي بيمشي مين اللي موجود ومين عايزين واحد في المكان ده وعايزين اللي ده شوية رجلت لما نشوف الهال ده هلنقدر نخلصه ولا لأ طب خلي معانا وتبقى في نفس الوقت مراعز ظروف اللعيب اللي انت بتئزهوش يعني شغلانة كبيرة خدت مني انا بقى لي ثلاث سنين مفصلتش ثلاث سنين ونص خلاص يعني ده النهار ده يبقى مثلا نص سنة كمان فمجود كبير جدا انا كان عندي هدف عندي استراتيجية باشي بيها انا من النوع اللي انا بحب اللي انا اصنع لعب في نوعين المدربين في مدرب بيصنع لعب وفي لعب بيصنع مدرب بيصنع مدرب انا من المدربين اللي احب بصنع اللعب لان انا تعلمت على ايد كابتن محمود الجهر ابن جهري عمل اجيال عمل لعيبة لما تروح تبص على كاس عالم محدش يعرف شام عبد الرسول محدش يعرف وصل لشام ياكل المستوى عالي وصل حسام حسن هاني رمزي نزل كلها احمد الكاس خلصنا الجيل ده دخلنا في جيل عبد سطر صبري وحزم امام وسلمر كمونة ومحمد عمارة وياسر ردوان حزم امام خلصنا دخلنا في جيل طرق السعيد وعليد عبد اللطيف يعني هو ده اللي المدرب دي بقى بتحتاج مجهود علي اول لما روحنا الارضو لنفس الكلام اشتغلنا شغل من النار وغيرنا اماكن واشتغلنا عليها صبح و بعض دور وروح الاندية ونتكلم مع المدربين وانا اخدهم ونشغل معهم ونجملكوا بعض الدور يعني هي دي مدرستي فبحب اللي انا يعني لي بصمة على اللاعب مش اللاعب اللي يديني بصمة اللاعب يديني بصمة بعد ما انا اديله بصمتي يديني قولي مجهودك اللي انت عملته معايا هون تمام لكن انا مش مدربة بحط رجل على رجل واولا عايز فلان وعايز فلان وعايز فلان وعايز فلان وعندنا ابسلة كتير بدون ذكر اسماء في لعيبة واجيال عملت مدربين كتير اهون مظبوط تمام مظبوط فهي دي دي مدرسة اللي انا شغال بيها والحمد لله شفت النهاردة مجالي اللي هو بتاع باني سوفت انا جبته شفت كتير طلبك يمين انا جبت مكوكولة شفت ياهب سامير جابه ابو منصورة احمد الشيمي ما كانش بيلعب بصفة مستمرة الحمد لله النهاردة بعد فترة الاعداد مع الشغل مع السلخة طهر محمد طهر النهار طهر محمد طهر من احسن لعبة الموجودة في مصر لما يبلعي في السن دي بروح من طخب مصر تمام السلفات كاي بيلعب واللي قابليها واللي قابليها عرفت ازاي اللي انا اطلع منه الموهبة بتاعته ادي له سخف نفسه وبرانه على الحاجات نقصها ومعاملة خاصة نفس المدرسة بتاع كابتن جوهري احمد علي وكان بيلعب طب احمد علي فين في المتخب مصر تمام برضو حولت ان انا اطلع واغير من السيستم بتاعه شو لغاية لما وابتدأ اسمه حتى يتردد دلوقتي في وروض خارجية ايه ان كان صحيطة او عدمها بس ابتدأ اسمه يتقال من تلك ايوة فالموضوع محتاج مجهود كبير جدا تلديت فترة للعداد عملت فترة داد بصراحة على مستوى عالي جدا وكنت بشوف الالم والدموع في عينهم من التعب وكنت دائما جنبيهم هتحسوا بالكلام ده بعدين وباين النهاردة الحمد لله كل اللعبة بتكلمني هو وضع طبيعي مدرب بيتكلم مع لعيبة وشدوا حركة شباب ودناديكو الحمد لله يعني المدارس اللي أنا الحمد لله فالولاد بقولوا كابتن احنا فعلا حسنا بقيمة كلام حضرتك الفترة الداد اللي احنا عملناها مؤفنة على حالنا وكابتن ما اتطلع على هذا الكلام يعني برضو مشكورا طلع على انا واخد فرق وقف على حالها فهي العملية مكملة يعني انا سعيد اللي انا يعني عملت حاجة نادية اكيد طيب طاهر محمد طاهر قلتلي يا كابتن عليها في السياق حديثك انك ساعدتوا من القطاع الناشئين للدرجة الاولى مش السنة ده من السنة اللي فاتت لعب معاك درجة اولى وعنده كم سنة لا هو طاهر طلع وانا مش موجود في النادي لعب ناشئين ولقيت صعد مع الفريق الاول وكنش موجود وبعدين سافر راحت فرنسا الاحترافية ورجع لعب السنة اللي فاتت مع كابتن محمد عودة وما كانش ليه بغت يعني او ما كانش موفق يعني بس انا رؤيتي ان الولاد ده لا يعني عصنا اميل شوية لولاد النادي اميل شوية للسن الصغير اللي هو عايز بقى كويس اللي شاهديني في طاهر الستايل بتاعه طاهر عنده ستايل عارف ام ام اتمنى رؤيبها زي يعني كريستيانو عنده حدة السحبة بتاعته الكورة دي اللي قدام والدريبلر بتاعته شبيهة بيه ام لعيب صغير بقى راكي بيجبون رجليب اسم الله ماشاء الله بتحط في الكورة بس مع صوت وانا في الملعف التامين بس مع صوت رجليب في الكورة فاتمرن كويس قوي عدت معاه في اول السنة قلت له عايز تبقى واحد اتنين ثلاثة هتعمل واحد اتنين ثلاثة وفعلا هي بس الحاجة الوحيدة اللي لسه ما يعني ما اتخنهاش كويس العصبية بتاعته دي لو راحت منه هيبقى لعيب نموذجي ده كان جزء من سبب عوضيته من فرنسا لانه وراء اعتقد ما كاملش 6 شهور او قالي من سبب ما انا بقول لا معرفش ده حالة الاحترافية بتاعته كنت انا مش موجود كمان فمعرفش هو مش من هناك ليه لكن هو انا شايف لوا لعيب كويس قوي قوي احمد علي من لعيب هداف من اطرز الاول وعلى فكرة مش عشان انا مسكت الفرقة وولت احمد علي راح منتخب مصر انا من السنة اللي فاتت وانا في الاستاذ التحليلية كنت دايما بنادي على مدار منتخب مصر كان وقته كوبر ايوه يا عم الحج احمد جمعة واحمد علي اللي اتنين من احسن فرقة وديت مصر شوفهم هو قفل الباب على مجموعة وقال خلاص انا مش عساعدة اللي اتنين دول حقيقة هم اللي اتنين رؤوس حربة مميزين تمام طيب بالشكل اللي شفت فيه الدور السنة دي بقى يعني ممكن الكيميا ما تكونش ركبة معاك في التويتر وانت ماسك في الماولين لكن عملت قصص قويسة الجهاز الفني اللي بعدين جيجي اشتغل عليها تمام دوري او فرق ممكن تنزل تلقاء او الدرجة التانية ولا شايف المصابة السنة دي ازاي بص اه في حاجة ملحوظة اه مهمة جدا اه كنا بعد خمس سابيع تقدر تقول مين هياخد الدوري ومين هيهبط الدرجة التانية ده زمان مش زمان دوري اللي فات. تمام. كل اللي نزل السنة اللي فاتت من خمس ازباع احنا في الاستوديو بنقول الدول عينزلوا. واضح تمام. وعارفين مين اللي هياخد الدوري. السنة دي لأ. حاجة غريبة سبحان الله يعني. دوري السنة دي مختلف شوية. آآ دخل في عناصر آآ شعللة المقدمة. والهروب من آآ من 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 القاع. شارك فيه اندية كبيرة لها اسمها آآ بترجدت بتعاني. امبي بيعاني آآ. الاسماعيلي الاسماعيلي بيعاني. المصري. واخد بالك. فآآ الموضوع دخل في بوصيهم الفرق اللي صعدة زي الحرس وحدوث زي النجوم زي آآ آآ جونا. فما انتش عارف. ما انتش عارف تشوف. لكن مستوى الفرق بوص. هيجي في وقت مفيش فرق في مصر. بتزبط على حالة. هتلعب سيزن كامل نفس المستوى. استحالة. تمام? وسيزن الدور التاني اصعب مما تتخيل. مباراة كبوس. اصعب مما تتخيل. تمام? فا وبعدين الدورة هيوقف كتير. عشان ده تقدر تبقى تلمي نفسك. محتاجة فن. فن تدريبي. لان طبعا عشان فرق تخلص. وبعد كده مثلا مصر بعد عشر تيام. هتقدر تعمل عشر تيام دول ايه? اللعبات تقول لك والله كابتن عايزين نريح. طب خده يومين راحة. عشان تعمل برنامج وتعوضهم اليومين دول. وتغزية وتدريب. الفترة اللي جاية هتشوف. العجب. اه هتشوف العجب. طيب كابتن برضو في جزئية. عدد المباريات بالنسبة للفرق حتى هزي اللحظة غير متساوي في شكل الدور العام. ويقول لك اول الدور واخر الدور. ويقول لك اول الدور واخر الدوري. ده مقياس لشكل المنافسة او شكل الهبوط? لا لا. هو هي بس عملية قصارة. ما هو ده خلي بالك. كل ده بيحط اللعيبة تحت ضغط. والمدربين تحت ضغط. والادارات تحت ضغط. يعني مجلس ضغط يروح صاح الصبح يقرأ الاخبار. يعني عندي كتير جدا. ومنهم انا. كن عندي لسه اربع مطشط. وفي المركز الاربعتاشر. المولين في خطر. لسه اربع مطشط في اتناشر. لان لو اخدت اربعة. لو اخدت اربعة. هتبقى في التالت. هتبقى في التالت. هتبقى في التالت والرغة. هتبقى رابع. بدأت لعبة التوتر. بقيت اهديهم. بدأ ده يعني الموضوع. الاعلام لازم يعرف ان ما يتحطش الجدول. الا لما يكون. الفرق كلها متساوية. في عدد المباريات. ولا ولا. ولكن الكلام اللي بيحصل ده طبعا مش مزبوط. طيب. نتكلم عن الاهل الفترة الاخيرة. شايف ادايا الاهل الفترة الاخيرة بالمباريات المؤجلة. بمبارات يوم الجمعة القادمة ايضا كمان. في ظل انت خلاص دخلت في انتقالات يناير. انتقالات شتوية في تدعمات. في شكل قد يكون مختلف للمرحلة القادمة مع جهاز فن جديد ايضا. اقول لحظرك حاجة. لازم نبقى واقعيين جدا في حالة النادي الاهل. اصابات النادي الاهل فرقت معها. اثرت على المستوى الافريقي والمحلي. طبعا. لما تقول هنكلم على خط خط. اولا حراسة المرمى. في في حاجة. في في مشكلة في حراسة مرمى. سواء اه شنو بيلعب سواء شريف بيلعب. في حاجة في حاجة مش مزبوطة. في في هزا المكان. لو جينا وراء. هنقول مين بيلعب? احمد فتحي. وسعد سمير. واللي جنبيه بقى كان ايمن اشرف او. او نجيب. او نجيب. اه تمام. و. علي معلول. علي معلول. شلت خمسين في المية منه. شلت خمسين في المية او اكتر كمان. خمسين في المية ما انا هكلم عن خمسين في المية التانية. خمسين في المية التانية. مرة ده و مرة ده. يعني مرة كله بالي. مرة محمد نجيب. مرة سعد كويس. مرة. تمام? فانت فقط. اه فنيا او 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 وظيف. فخطت كتير. ان علي معلول. ليه تقلو. احمد فتحي ليه تقلو. النادي الاهلي ممكن لما جاب كله بالي. كنت انا دائما نطلع اقول ايه. ليه كل الانداب بتفكر في رؤوس حربة. في رؤوس حربة. في حربة. درجة اللي فعلا بقى تروس الحربة في مصر نادرة بسبب ان كل النادي عايز يجيب هداف من راس الحربة. ما بقاش فيه غير مرواب محسن حط. مرواب محسن احمد علي واحمد احمد رقوف بزرجة. اه جاب كله بالي. سردباك. لكن مش ده اللي هو سردباك النادي الاهل. واضح اوي 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 في اه في مصرات كتير وكان اخرها ماتش المقولين. اللي هو الكرة للفاول احمد علي حسن ادمل قدامه جون. طبعا طبعا هداف يعني هداف يعرف يجيب جون. لكن مفيش يعني سزاجة الدفاع يحصل فيه اللي حصل دي. فعندك خط الظهر بتنادي الاهل بتأثر جامد جدا. زائد الحتة بتاعت حراس المرمى. الخلطة بقى بتاعت نص الملعب. انت عندك خشام محمد وعندك عمر السلوية وعندك حسام عشو. الخلطة لغاية دلوقتي مش مش مزبوطة. لان كل ما يكون جاهز لعب التاني بيصاب. تمام. ما فيش هارموني حتى 72 على مدارك. الخلطة مش مزبوطة. ما انتش عارف تحط مين ده مرة يتصاب ده مرة كويس ده مرة وحش. زائد الدفندر اللي هو بيدافع لان النادي الاهلي في التوقيت ده محتاج اتنين عشان يحموا الاتنين اللي وراه. عارف انت لما كان نادي الاهلي في عزه في السردباكات وورام ربيع بيلعب وحجازي وبتاع. كان حسام عشور بيعملوا من قدام اوه كفاية. لبن متقدم قدام الاتنين. ايوة كان كفاية. لكن دلوقتي النهار ده عام رسولاه وشان محمد. الحتة دي قدام دايما انت تليهم قدام. فالملعب بيفضع على حسام عشور والوراء. مع قلنا الدفون اللي موجود ورا. فده دخلنا فروس الملعب. حتة قدام من ايه بقى. كان معروف اه اه ازهاره في قمة اه مستوى وعضاؤه. وليد سليمان عبدالله سعيد واجيه. تمام? فقدت كان واحد في التوقيت الحالي اللي انت بتعاني منه كنادي اهلي. كان في التوقيت الحساس انت فقدتهم كلهم عادة وليد سليمان. فقد تلاتة. يعني فقد خمسة وسبعين في المية من حتة الهجومية. من قوة غير وليد سليمان. اللي مكمل. عبدالله سعيد مشي. اظهره في حالة. لسه ما وصلش فيها. كل اللعيب خلي بالاك هو حسام عشور هم الاتنين. انا اللعيب اللي انا بحبها جدا. وبحترمها جدا. وبقدرها جدا. لكن مش عيب. ان كل اللعيب بيجيلوا فترة فيها درب. وضع طبيع جدا. في اي لعيب ما فيش حد لعيب ما بيجلوش الفترة دي يعني. اجاي فارق جدا جدا. اه برضو مكيانة عبدالله سعيد. لسه في هذا المكان. زائد وليد اظهره برضو. مش زي حسام عشور كده برضو. ومصلش لسه للحالة بتاعته اللي هو تعودنا عليه. عنها بيها الدور السنة اللي فاتت. لنوع كمان في اختم عام الفين وتمنتاشر. تسعتاشر هدف لعزارو مع النادي الاهلي. هدف الدوري. هدف مؤسرة. هدف مؤسرة. هدف مؤسرة في المباراة الافراقية. هراس اقنع اقنع. اقنع جمهور العربية. حتى انا قلت بدايته غلط. لما كان كابتن حسام بادي كان نمسك الفرقة. وراح رامي للصف التاني في البطولة من اولها. وراح رامي معهم اظهره. احنا تاني قلت. قلت بدايته لأ كان لازم يبتدي مع الفرقة الكويس. لكن الولد قدر اللي هو يستوعب الموقف ورجع. كان بس بخد فترة شوية. بعد كده بدأ يحط اقدامه في التشكيلة الرئاسية النادي الاهلي. في النادي الاهلي لما تيجي بقى تحط بقى احمد فتح تحط معلول وتحط اجيه وازار يبقى كويس. وحسام عشور يرجع لحال الطبيعية. لا. اربع خمسة دوليين حتى ممكن يصروا على المنتخب لو بالعقل. بس هو انت محطوط تعطي ضغط النادي الاهنا مطلوب منه مكسب مكسب مكسب. تمام. والعجابات جات في توقيتك هتنعلى برضو كان توقيت حساس قوي. انت بتختم البطولة الافريقية وداخل على النهائي. وترجع عندك مباراة معجلة في الدوري. ما اقولك ده هنا وهنا 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 وبعدين اصابات غريبة الشكل. دي بقى برضو عايزين نتكلم فيها. الاصابات. هل اعلاقى الاصابات بشكل الموسم بشكل عام? يعني انت بتبدأ الموسم مش عارف عرض مباراةك. امتا. اقول لك السبب ايه. معلش بقى العيبة تسامحني بقى. كل اللاعيبة بتتعالج برا الانديها بتاعتها. ده من خلال خبراتك في الدوري بتبقى عارف العيبة كتير. كل اللاعيبة بتتتعالج برا الانديها بتاعتها. وبيروح لدكتور النادي بتاعه ويقول له انا فدكتور ماشي على البرنامج هو عامله. بيكون هو عامل حاجة اضافية او حاجة اه ممكن تأذيفه. بس ما بقدرش يقول للدكتور اللي انا عملت كذا. فبيستحمل الدكتور بتاع النادي. لان هو طبعا لو اتعارب اللي هو هيتعالج برا. بتبقى مشكلة بالنسبة لللاعيب. بتخصم منه هو والحاجات دي كلها. تضارب التأهيل. وتضارب العلاج لللاعب. لان اللاعب عايز ينزل الملعب بسرعة. تمام? فبيقول لك اعمل انا اروح فلان الفلان ده هينزلني بسرعة. تمام? وما قدرش اقول الكلام ده لدكتور بتاع النادي. خليبه لك فانا. خلوطك في الدورة. اه طبعا طبعا يعني انا عارف هزا الكلام كويس يعني. يعني في دكتة في الانديها بتبقى عارفة كويس او تتعالج لعبتها ازاي. والحطوم تحت برنامج علاج كويس. لكن تسعين في المية من اللاعبت الدورة الممتاز. كل واحد ليه الدكتور بتاعه. ليه واحد اللي حاب يأهله ويستريح له. وبتحصل لخبطة في العلاج. وبتأثر طبعا على اللاعب نفسي. طيب. جزء الاحمال البدنية. وانت بتستعد في بداية الموسم. بتعمل مرحلة اعداد بدنية للعيبة. تمام. عشان الاساسة اللي هتبدأ بيه الموسم كل. طب انت الموسم بتاخده قطع قطع. يعني بتاخد اربع اسباعة الاول. بعد كده بتاخد اربع اسباعة تانية. بعد كده تريح شهر. بتلعب اربع اسباعة تالتة. الشكل ده مش ممكن بالفعل يقصر على العيبة. بخلاف بقى اداء الملاعب. وشكل الملاعب والارضيات وال. وترجعت من كاس عالم امتى? رجعت من كاس العالم امتى? ترجع من كاس العالم في اوال سبعة. طبعا. عارف الدورة ده كام? انا كان اول ماش في الدورة تلاتين سبعة. طب انت النهاردة. الدوري مفنشه. معسكرات للمنتخب. النادي اللي عنده مجموعة كبيرة في المنتخب. آآ افريقيا. داخل في افريقيا. ده النهاردة اللي اي بدأ لازم تفصله عن الكرة تماما. النادي اللي ما قول العرب انا كنت فاكر كواس قوي اللي هم خلصنا الدوري. شهر آآ اربعة عشرين اربعة او او شهر خمسة حاجة زي. هو الاول مرة من سنوات بصراحة الموسم ده تحديدة كان فيه فتة راحة ما بين الموسم الماضي والموسم. ما عشان كس عالم. كان كس عالم. تمام. طب فعلا جم 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 من الاجازة فيش تياق. فيش تياق للكرة وفيش تياق للتمرين وكان فيه جبال بتطلع وكان فيه حاجات كنا بنعملها جمدة جدا. تضرب على الرمل. ها. لكن ما تدرش يعمل كده مع العيب تلنادي الاهل. كان الموسم متلاحم. كان فيه افريقيا ساعتها في شهر سبعة وتمانية. عشان كده اه عشان كده انا قلت. الاندية اللي بتلعب في افريقيا واللي بتلعب في المسابقات بطولات العربية. زي الاندية اهل الزمال. لابد من اول سنة كان تلاتين لعيب. اوه لأسف اتحاد الكرة حتى يعني ادر يتدرك الموقف. ما هو تدرك الموقف لما لقى عدد المباريات. ما هو لو بيفكروا بشكل عملي اكتر على شكل المسابقات. هيبدأ في شهر سبعة يشوف المسابقات اللي هتلعبها الاندية. هيلاقي اقل نادي لو لعب آآ عربي وافريقي. وما وصلش حتى للمراحل النائية مش اقل من اربعين خمسين مباراة. اللي بيوصل للمراحل النائية بيقع بحوالي سبعين مباراة. خمسة وعشرين اللي هكتت هتبقى صعبة جدا. عشان كده جي في يناير تدرك الموقف. وقال زي في خمس. زي في خمس. طيب جهاز فني جديد مع النادي الآهل زي لاسارتي المدير الفني الاوروبياني. وعنده مباراة يوم الجمع مع بيراميدز. ببقى انك برضو كالمدير فني شايف الاجهزة الفني ممكن تتعامل ازاي. الوقت دايق جدا. اكيد طبعا عشان يقدر يحكم في يعني تقييم الكل اللعيبة والتشكيلة والمجموعة اللي ممكن نلعب بيها. شايف مباراة بيراميدز تحديدة مع العثارتي ومع النادي الآلي. هو سلاح زو حدين. سلاح زو حدين. الجهاز الجديد اللي لعي فرقة. السلاح زو حدين. ابدو اكلم على اللعيبة. مش انا نتكلم على المدرب. المدرب اكيد ليه فكروا وصلوا اللعيبة في التمرين. بدأوا اعرفوا شخصيته. هنا اللعيب عليه دور كبير جدا. هل لو عيت اللعيبة اللي هتلعب. عايزة تثبت. في التوقيت الحالي. انه عارفت اللي الموقف بقى حرج. خلاص. بش النادي الاهلي اللي هو آآ يخرج من بطلطين ولا يحصل فيه النتائج دي في الدولة ولا تمام. فعارفوا ان ايه? في وقفة. يا طار هكمل ولا بش هكمل. هيكمل عن طريق هذه المباراة الاولى للرجل عشان يزبطوه اللي هو لا قادر اللي هو يكمل وهو العيب. ويعجز مكانه. ويعجز مكانه الحاجات دي كلها. دي اللي هتستغل اللي هيستغلها الجهاز الفني. دي اللي هيستغلها الجهاز الفني. واللي هيقع على فكرة بش يكمل نهاية الموسيق. اللي هيقع مع الراجل في الببريات الاولى بش يكمل لاخر الموسيق. لان في ناس جاية. خلي بالك الناس اللي جاية دي هتخلص على ناس كتيرة بتلعب مجموعة كبيرة بدون ذكر اسماء. لان انت محتاج يعني عنصرين مهمين جدا في النادي الاهلي مع عودة المصابين. انت بتتكلم في احمد فتحي واجيه وآآ وعلم علول وحسام عشور. واتنين من الجاية اللي برة من 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 اساسيين انا عارف هم هيبقوا مين. قد بتكلم في ستة. والسا والحادس المرمى السبعة اربعة لعيبة بس اللي هيستمر من القديم. ففي ايه الفترة اللي جاية فيهم نفسها جديدة جدا. التدعمات دي ممكن تساعد الاهلي بشكل ايجابي في يناير? اه. مع مباراة برمزة حتى ازا كان فيه فرصة للصفقات دي ممكن تلعب مباراة الجمعة? يعني مش آآ يعني بتكلمة مثلا زي رمضان صبحي. انا نسمى اعرض خبر النهار ده اللي هو هيبقى متواجد في مباراة برمزة. ما اعتقدش رمضان بعيد شوية عن عن الجود دوري المصري بقاله فترة. اي نعم هو يعني خلينا نبقى واقعين وصرحة هو ما نجحش فيه الحياة الاحترافية اللي كان فيها. لكن هل هو نازل جعان كورة. لغة الكورة جعان كورة. عايز تحدي. هي دي لا تفرق معاها. لكن لو لعب بنفس المستوى بتاع الفترة اللي فاتت لا هيكون عبء على الفرقة. طيب. شكل المنافسة في الدوري التانية يا كابتان عليها شايفها ازاي؟ شارس جدا. شارس جدا. تبدأ تحسبها اول ما الفرقة تتساوى في المباريات ولا هي محسوبة محسوبة لتلات اربع فرق ايا كان الفارق في المباريات بين الفرق كلها. كابتول الدوري. كابتول الدوري اه. ده فرقتين. اهلو زمالك. اهلو زمالك. اهلو زمالك. هو عند كلامي. ما بغيروش. اهلو زمالك هم اللي هنفسوا على الدوري. بطران على ان شكل المنافسة في الدوري حتى الاسبوع الاخير بين الاهلو زمالك. اهلو زمالك. اهلو زمالك المنافسة بتاعت الدورة بالنسبة له. آآ وخليك آآ برضو التاريخ لازم نرجع بالتاريخ. كان كان من كزا موسم كده كان كان حسام حسن مسك نادي الزمالك. كان فرق بين وبين النادي الاهلي في الدور الاولاني. كان حوالي تلاتاشر موطة. آآ. والنادي اهلي خادر بطولة. تمام? فانت النهاردة. وفي التسعنات كمان. آآ. فانت النهاردة آآ آآ عشان كده بقول لك الفرقتين دول ايه? النادي الاهلي حاطت الاعتبار ده اللي هو كان فيه فرق تلاتاشر بلت وخدت الدورة. فهيلعب على اساسه. والنادي الزمالك هيفتكر لو كان فيه تلاتاشر بلت وراح من البطولة وهيلعب عليها. فمهما زاد الفرق للزمالك عامل في حسابه ان فيه قطر جاي وراه. فيه قطر جاي وراه. وحصلت معها قبل كده. القطر حصله. فعشان كده بقول لك المنافسة في الاغر ايه? اهلي زمالك. هم. تتوقع المباراة القدمة تبقى مباراة يعني النقطة تبقى غالية. طبعا. النقطة غالية وآآآ كده زمان احدا يقول لك ايه اللي يجيب اتنيه وتلاتين بعد ويقعد في آآ في الدور الممتاز. اه في كلمة ان كنت باسمحها في التسعين ده وفي اولى الالفين لا يفاجر اه. فيه فرق سنة لفاتت فنشت الدور الاولاني ستة pantalla. وفي الدور التاني خلصت ستة وتلاتين بند. تمام? انت النهار ده بخلص الدور الاولاني قال لي فقع عندها تلاتاشر بين لا فيه حاجة فيه فيه دربكة تحصل في دربكة تحصل في الهاتة الدورة يعني هل الحماسي اللي موجود في الدورة والمنافسة ده شايفوا نتيجة ان الفرق كلها دعمت بصفقات الفرق كلها بقى عندها طموح في الدورة العام اقول لحظك حاجة ولا لا يمكن لها بقى تشبه بعض ما هو احمد زالحق احمد طالب مرة تمام من اسباب ارتفاع مستوى المباريات والحماس اللي موجود في المباريات من المقام الاول متابعة جهاز المتخب الوطني لجميع مباريات الدورة كان بيهتر كل المتشاط دي من الحاجات المخلية مدية امل لكل لاعب في مصر اللي هو راح المتخب مصر وده الفرق بين الراجل اللي مسج متخب مصر دوقتي والاخ الكوبر اللي كان مسج اللي كان قافل على 13 لعيب ويعمل الدورة ما بلوش دعوه هو ما بتفرجش ميجيش غير مصعى 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 الاهل وافريقيا مصعى الاهل وزمالكوش هو مصعى 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 عارف ايه شو و3-4 الوقت قعد في بلده لكن الراجل ده بأمانة هو الجهاز بيروح مصعى الجونة بيروح مصعى النجوم بيروح مصعى المقاولين بيروح مصعى ام بي بيروح بشوفه في مصعى كتير جدا عشان كده اللعيبة كلها عندها امل ومن الاختيارات ما بياخد ده وبياخد ده وبياخد ده فكل اللعيبة عندها امل هي بتروح فده بيأثر على اداءه في الملعب كل واحد عايز يقدي في الملعب عشان خطر يبقى هدف المنتخب مصر زائد بلاص بقى الاسعار الجنونية اللي احنا دخلنا فيها كده فتحت عالرابع فيها تيربو الاسعار دي اللي هي فرقت مع الكرة المصرية قاوي مع اللعيبة ومش عارف في المسابة اللي هي تعمل ايه مع المسابة الاسعار ده مؤسرة كمان على الفرق اللي بتعتمد على انها تشتري العب بمليون واثنين اعتقدها يبقى فيه خلاص بقى الفرصة تبقى صعبة دايما الانداء اللي تحت عالت بصر درجة التانية من الدرجة الاولى باثنين مليون من الدرجة الاولى باثنين مليون الممتاز باب وراء بقى اه طبعا متى خلاص بقى اتنين مليون اه اذا كان كيلو كيلو طباط بشعال باب سابعة في اسكندراف ثانية لا لا تتكلم في ايه انت بتتكلم في اسعار واللعة الدنيا انا بجايب اللعيب ده اتنين مليون النادي ده غير الولد غير تعاقد اللاعب نفسه فانت الاسعار اللي انت حطتنا فيها دي السنة دي هتشوف نتهجة بعدين طيب لو فاكر الرقم فرقة المولي العرب كونتها بكام رقم تقريبي مسلا لا انا نزلت على الميزانات السنة اللي فاتت حوالي 8-9 مليون يا بعدد الكبير اللي اشتريته برضو اه فده اللي كنت فاكره لكن ما بحاوش أدخل في التفاصيل المادية لأن أنا كنت الفترة كنت صعبة بالنسبة لي قوي كنت بتعاقد وكنت بقعد مع اللعيب وبعد مع الإدارة وكتفرج على سيديهات وبتنزل شوف السيديهات دي بقى مشكلة كبيرة دي كبوة من كبوات كرة القدم في مصر بيجي لك لعيب بتشوفوا لعيب تاني خالص بيشوفوا عمر الشريف على سيديه حاجة بيشوف ملعب لا بشوف حاجة بشوف السيديهات ايه ده عادته ده بسرعة هو حد تجيبه في ملعب خلي بالك أنديت مصر كل لها بتوقع في هذا المطاب بتوقع في هذا المطاب اللي هو اللعيب بيجي لها وطبعا ما تيجي تقول لك يقول لك لا ما نزلش الملعب انت السيديهات قدامك شوف بيعمل كده وبيعمل كده بيعمل السيديهات مسلا ساعة على تاريخ عمره كله البصة عامل كده وبصة عامل كده مواضع طبيعي اللي هو يعمل له بص حيله او بتاع صح وانت بقى بتشرب انت ونصيبك انت ونصيبك بقى طيب قبل انتقل للحديث عن المنتخب الوطني برضو الحديث عن الالي مش هيكره على المستوى المحلي فقط لكن كمان في مباراة افريقية العجلة في افريقيا السندي سريع جدا يعني البطولة انتهت في شهر 11 بدأت دور التمهيدي والدور الاتنون وثلاثين في شهر 11 و12 اتعاملت القرى على الاسبوع اللي فات بعد عشرة ايام مباراة الاولى الالف دور المجموعات البطولة تغلص في شهر 5 فالعجلة سريع جدا اولا قرأة النادي الاهلي اعايز اعرف رأيك فيها ايه كابتن علاء الاهلي معاه ثلاث فرق فرقة فيتا كلاب الكنولي وهو وصيف في كأس الكنفدرالية العام الماضي شبيبة الثورة الجزائري احد الفرق اللي ظهرت في الجزائر بشكل قوى المسم الماضي سيمبا التنزاني الشيء اللي افرت النظر ثلاث فرق جماهرية مع النادي الاهلي فرق الليها شعبية في الدول المجموعة الجماهرية فعلا اه فرق الليها شعبية شايف المجموعة ازاي انا شايف من الاخر كده فرصة الاهل وفيتا كلاب هي اما الاتنين اللي هيبقوا ليهم نصيب وعبالما النادي الاهلي ان شاء الله وانديت مصر كلها توصل للاول او تانية في المجموعة وخش دور المجموعات اعتقد ان النادي الاهلي عبالما يوصل للمجموعة دي هيبقى وقف على الحلوة بالصفقات الجديدة اللي جاية والمصابين والنتائج والصفقة التي تخدها لعيبة تاني على معتقد ده دي أصعب فتر النادي الأهلي اللي هو يعدي لأنه لو وصل أول وثاني إن شاء الله هتفري معه بعد كتا ترتيب المباراة يعني أول مباراة مع فيتا في القاهرة يوم 12 يناير مهم جدا مهم جدا بداية طبعا لأن المطش ده ناك صعب المطش ناك ده صعب فلازم إن شاء الله يكون المطش ده لصراح النادي الأهلي وهو تحديدا فيتا خلال السنوات الأخيرة بصراحة كل نتائج مباراة وعلى ملعبه بيكسبها فبيعمل نتائج كبيرة جدا معنى شكرا وإلى لازم عايز توصل اكسب المطشات على ملعبها كلها والثلاثة اللي برا دول تكسب لك واحد أو تتعاد لك اتنين توصل طيب أقول لك ترتيب المباراة كابتن علاء يعني فيتا إن شاء الله يوم 12 يناير في القنغو في القاهرة أصدي شبيبة الثورة الجزائري يوم 19 يناير بعدها بأسبوع في الجزائر بعدها بعشرة أيام مباراة الأهل وسينبا التنزاني في القاهرة ثم هتسافر لتنزانيا يوم 12 اتنين ثم بعد كده هتسافر للكنغو يوم 9 تلاتة بعدها تختم مباراتك مع فريق شبيبة الثورة الجزائري يوم 16 تلاتة في القاهرة هتبدأ في القاهرة وتختم في القاهرة ترتيب المباراة شايفوا إزاي؟ لا في الصالح النادي الأهل ترتيب المباراة أهم حاجة أول مباراة في عندك آخر مباراة في الدور الثاني في عندك برضو هتقتل مع الجزائر هنا في القاهرة فأنت بالنسبة لك أنا شايف البداية والنهاية مهمين جدا ونهاية المجموعة الدور الأول فين مع سيمبا برضو في القاهرة في القاهرة هم أول ثلاث مباراة في الجولة الأولى أنت تلع مع فيتا وسيمبا في القاهرة بعد كده تروح الجزائر ما بين المباراة بعد كده في الدوري الثاني عندك مباراة خارج مصر هتسافر تنزانيا هتسافر القنغو ثم تختم مع الجزائر هنا تختم مع الجزائر في القاهرة عشان كده المباراة المباراة اللي على ملعبك في الأولاني دول مهمين جدا نادر وزي ما قلت حدك مطشين تعادل برا أو مطش مكسب أو مطش مكسب مطش تعادل وصلت أول وثاني مستريح طب عندي برضو مجموعة معلومات عن فريق سيمبا التنزاني وفريق شبيبة الثورة الجزائر إن الناس كلها عارفة فريقة فيتا فيتا السنة اللي فاتت كان وصيف الكونفدرالية عمل المنتدع عليه على الرجاء المغربي لكن قدر الرجاء يحسن نتيجة أنه كان فاز في المغرب بنتيجة كبيرة جدا سيمبا يا كابتن علاء لعب أربع مباراة عشان يوصل لمرحلة دور المجموعات في الدور التمهيدي لعب مع فريق مبان سوازلاند دم بطل سوازلاند وكان موجود في دور المجموعات دور أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت لكن قدر سيمبا أنه يفوز عليه يعني بنتيجة كبيرة جدا سواء في الزياب أو العودة أربعة واحد واربعة صفر عمل سكور كبير جدا على فريق كان في دور المجموعات السنة اللي فاتت أيضا كمان في دول التونة والتلاتين كسب ناكانر الديفلز بطل زامبيا وناكانر أيضا برضو من الفرق اللي كانت متواجدة في دول المجموعات في السنوات الأخيرة وبرضو عملت معا نتائج كبيرة جدا يعني خسرت في زامبيا اتنين واحد لكن كسبت في تنزانيا تلاتة واحد فعندها سكور عالي أربعة واربعة وتلاتة فرقة بتعرف تجيب جون واضح جدا فرقة بتعرف تجيب جون فده اللي أخد بالنا منها تتنشر هدف طبعا دي الفرقة اللي بتعرف تجيب جون دي بتبقى مؤلقة بتبقى مؤلقة جدا لأي مدير فنية وهي فرقة اللي انت الفرقة دي بتعرف تجيب جون وبتوصل له ومش زي بقى صقافة لعب المصر يجيب جون ويرايح والتاني ويرايح يبقى كده عمل عليه لأ ده يعني دي دي أوروبا دي مدرسة أوروبية اللي هو بيبقى زي بنشوف الدوري بيقساب تلاتة وبيبقى بيموت عشان يجيب الرابع والآخر دي بيالعب عشان يجيب الخامس تمام فذي طبعا بتبقى من فرقة المؤلقة جدا برضو الشي اللافلت لنظرة كابتن علاء فرقة سيمبا عندها ست لعيبة دوليين في منتخب تنزلين عندها لعيب دولي في منتخب بيرواندا في لعيب في منتخب أفريقيا الوسطى منتخب أغندا في ما يقرب من تسع لعشر لعيبة في التشكيل الأساسية لعيبة دوليين سواء في منتخب بلدها أو في المنتخبات الأخرى فرقة يتعمل له حساب طبعا خلاص أفريقيا دهوقتي خلاص عدد أفريقيا كنا الزمان لما كنا باللعابة كنا يعني نقعد يعني رحين نمتش فنان رح نكسابه نرجع لا ده خلاص النهاردة أفريقيا عدد يعني فرقة اللي تعمل له حساب كواس قوي لكن برضو بتيجي في أوقات أنت برضو اسم كبير يعني النادي الأهلي اسمه كبير ده برضو بيأثر على أداء الفرقة اللي قدامه بس فأعتقد برضو الناس عملا تقول مجموعة الإسماعيل وخوية لا مجموعة الأهلي وخوية برضو هو ده بقى اللي عايز ألفت النظر لي لأن الناس كلها بتحكم على أداء الفرق اللي مع النادي الأهلي يا كابتن علاء بالأسامي لكن دون متخش في معطيات ونتاج الفرق الفتر الأخيرة والسكواد والقيمة اللي موجودة مع كل الناس أنا أريت تعليقات كثير إن المجموعة الإسماعيل ومجموعة الموت وكان النادي الأهلي مثلا في نوزة لا مجموعة صعبة حتى بداية نادي الزمالك مع التحدي تنجل مغربي اللي هو إذهب وياب من أخطر المباريات اللي ممكن تقبلها أي فرقة إن مطشي يطلعك برا خلص المطول بالنسبة لك خرصة المطش رايح ومطشي جاي وبعدها بتلاعب فرقة من مغرب وبعدها خلي بقى لك مغرب جزائر تونس كأنك بتلعب مصر مهما تقول لي اسم النادي حتى لو بلعب مين مصر بتلعب ففيه شحنات جامدة جدا وحاجة تانية التحدي تنجل مغربي اللي العلعب زيك في الكونفادرالية ده اللي فاز على شبابية الصورة اللي مع الأهل في المجموعة واحد سفر في المغرب بكل صعوبة وفي الجزائر خسر اتنين فهي النظام صعب فلازم كل ساعدات كويس قوي للبطرات دي طيب مباراة برضو فرقة الجزائر والقرى المصرية وليك باع طويل جدا كابتال علاق في المشوار ده سواء مع المنتخب حتى في سنوات تسابق فريق الشبيب الرياضية الصورة في الجزائر هو تاني الدور الجزائري بفارق سلاس نقاط عن قسطنطينا الجزائري اللي موجود مع الإسماعيلي فريق جديد وحديث العهد ولسه يعني حديث العهد مفيش من عشر اتنشر سنة لكن عندهم احتفالية كده ان نرسون كانوا يقابلوا النادي الأهل واول ما القرعة وقعت الأهل مع الفريق الجزائري الكل هناك سعيد جدا ان النادي ده لما انشئ انشئ عشان فرصة للعب وعملاق إفريقيا نادي الأهل بفكرون بالمقولين على فكرة المقولين برضو لما صعد فرقة مرة واحد صعد دوري أفريقيا ويعلم منادي الأهل برضو صفر صفر واحد واحد بس اتخذت ده تقال كمان ساعتها المباراة الأولى كانت بتاعة الأهل ولا بتاعة المولين اه والمطشين في ده لقالي والمطشين كانوا فيه اتكدبت ساعتها من شتات حتى عشان تغير مقرد تاريخي يقول لك الاتحاد الأفريقي محددش مباراة الأهل والمولين الأولى فين والتانية فين وحددوها بعد الأهل ما عمل النتيجة شفتش فرحة لكابتل محمود الخطيف بهدف زي الهدف اللي جابوا في الأنطوان في المطش ده في المولين العرب اللي هي كانت عملها ببوشري جلال خارجي ده من أحلى الأداف وفرق جيريز برينت بفرحة بجون ده في المباراة دي بتاعة أفريقيا كانت مباراة تاريخية فهو طبعا الأندية دي طبعا هو نفسه يجاب النادي ثانيا هو أعلن على فكرة أي أنه أعلن على نفسها بالنادي الأهل عشoup كده بقولك برضو النادي الأهل اسمه بير في أفريقيا النادي الأندية كلها عايزة تلعبه فلاقم المشاردة صعبة ولمجموعة النادي الأهل مجموعة صعبة بتتميز المجموعة أن هي مجموعة جمهارية كابتن siamo一點 في بداية حديثنا قدنا المجموعة جمهارية أه طبعا لما بتروح بتلاعب فرقة مثلا شركات أو بتلاقي الأعداد عليك الجمهرية دي بتوى صعبة زي تراجي زي الصفقائص الكل دي هدى جمهرية فيعني الله يكون فعون بقى نادي الأهل إن شاء الله بتدعم ماذا هيجابها دي يكون قادر الفترة اللي جاي على تخط المجموعة دي لأعتقد المعدة من المجموعة دي هيوصل بس هيوصل إن شاء الله مع الوضع في الاعتبار أنه زي ما بيقال المجموعة الثالثة مجموعة الموت هو المتعهل من هذه المجموعة هيكون في مواجهة المجموعة الثالثة اللي فيها لإسماعيل أو ساعتها بعد التعديل الأخير لا يعني وأعتقد التمن فرق صلاح هيتحطه في تصنيف وهيتم يعني عمل قرعة مختلفة تماما عن اللي كان الأول مجموعة الثالثة بتقبل المجموعة الرابعة أو الأولى بتلاعب التانية بس إنت وإنت متصدر مجموعتك هتبتعد عن مازنبي هتبتعد عن التراجي هتنتعد عن الوداد إلى أن تصب بقى لمرحلة السيمي فانا الأول فانا يعني أفريقيا السنة دي البطولات بتزداد صعوبة خلي بالأجبار أنت عندك أمم أفريقيا في شهر ست يعني عندك داوري وعندك أفريقيا زي ما حدك بتقول في المواعيد دي وعندك معسكرات للمتخب ومشات المتخب ودهي عشان أمم أفريقيا عندك زيط الفتر اللي جايب ما هو الدور حتى مش هيخلص قبل كاس الأمم؟ لا يخلص تتوقع يخلص ولا يخلص بعد كاس الأمم؟ لا لا ما أعتقدش لو يقدر يخلص إلا بقى ضغطوه قبل أمم أفريقيا يعني كان لها فكرة تانية خالص قبل البطولة أنه كان معروف من فترة يعني داوري لو تبقى اللي يكمل في بطولة العربية وزمالك كامل في البطولة العربية كان يبقى صعبة جدا كان فيه فكرة كده نعمل موسم استثنائي نخلص به لأن مصر بعد كاس العرب لازم يبقى يحصل فيه إحلاله تجديد وفكري جديد وتغيير نظامه المسابقة بيكون أنا نضحب المسابقة دي تمام؟ كنت من أنصاري أن الدوري سنديك ومجموعتين هكذا العلاق؟ أنصار مجموعتين آه أو ما فيش هبوط تريح الأندية ما فيش هبوط؟ آه لأنه لعزيني قلاص عادل الأندية هكذا العلاق ما هي دي؟ ما هي دي وجهة نظر معرفش يعني ممكن تقابل بالرفض وممكن تقابل بالخبول يعني أنت نهاردة مش هتنزل لكن السنة الجاية لما تقول أنا بش هننزل للسنة دي واللي تحت هيطلع تمام؟ هتخليهم عشرين نادي تمام؟ أو يعدوا عشرين نادي والسنة جاية هتنزل خمسة هيبقى الدوري عامل إزاي؟ ستاشر دوري نار يعني اتضاء من السنة الجاية دوري نار خمس فلع تنزل السنة دي وخلي الناس تكابل براحة واللي روح منتخب واللي روح أفريقها وأجل زي عمل زي ما أنت عايز وتبقى كل المباريات دي إعداد للموسم الناري بتاع السنة الجاية بس صعب يختم موسم قادم بواحد وعشرين نادي أو اتنين وعشرين نادي هو مش عارف يختم بثمنتاشر لما هو السنة اللي بعدها فيه راحة شوية بقى مفيش ولا أفريقيا ولا وتبقى عارف راسك من رجلك والدنيا وضحت قدامك المباريات أمتى وده هي العافية أمتى وطلعات العربية تعاد النظر في مشاركين والحاجات دي كلها الموسم ده كنت تاخد السلبيات والإيجابيات بل هذا الموسم ده وتحطه في الموسم اللي جاية تعمل موسم يعني لكن طبعا بداخل بقى تسويق وحاجات من دي كان صعب يعني عدد قديت الدوري في المسابقة من وجه التنزق عشان يبقى دوري فعلا منتظم ودوري قوي كام؟ من 14 إلى 16 14 إلى 16 أكتر من كده بيبقى فيه صعوبات بيفقد يعني جرت العدل اللي بيطلع من تحت بقى 90% منه بيهبط تاني فأنت بتخلي 14 إلى 14 عشان يبقى اللي يطلع ده هيطلع صح أيام يطلعش ويجي أن 14 إلى 16 لأن إحنا ما بنعرفش يعني مع احترامي ننظم إحنا في أوروبا أوروبا بيروح تلعب في كاس أوروبا بيروح يلعبه في أندياتهم محترفين وبيلعب دوري العام خميس جمعة أو جمعة سبت ماتش واحد يوم الحد وبيروح يلعب في أوروبا وبيرجع دوري منتظم إحنا النهاردة لغاية دلوقتي مش عارفين يعني ننظم يعني فيه دربكة فيه دربكة فيه مواعيد المباريات يعني مباريات أم بحتى المؤجلة كان لها معات سابق بعد كده كانوا بيفقروا يحطوه ما بين مباريات فيتا ومباريات شبيبة الجزائر لكن للأسف التأويد بأداية جدا أنت تلعب مباريات نواشب وكده تلعب مباريات ساعتاشر في الجزائر فصعب يتلعب يوم خمستاشر ففيه اتجاه حتى لتعديل مباريات المقصة بعد كده بدل ما يبقى سابق وعشرين حاجات دي كلها لازم أبنحطوط حاجات عممول حسابها ومعمولها يعمل إيه لكن أنت يجيها تقولك إيه أصلا أجل مباريات دي عشان طبعا الأمن الأمن دلوقتي تحت بند أي حاجة الأمن طب ليه تأجل ليه ما تلعب المشكلة يعني النادي اللي داخل في بطولة لازم يعرف أن البطولة الأساسية بتاعته الدوري يبقى عمل حسابه أنه عنده الإمكانيات اللي تأهله اللي هو يلعب في الدور ويلعب في البطولة دي ويلعب في البطولة باش عايز انسحب باش مجرد لأنه أنا خشي بمجرد لأنه لا أجلولي ده أنا داخل في أفريق ده داخل بطولة عربية داخل داخل لكن اللي بيعاني الدوري المصري طيب أختم معاك الحوار يا كابتن علاء بالمنتخب الوطني كلمت في سياق الحديث على المنتخب ومقتنع حضرتك بشكل الجهاز الفني الجديد باستراتيجية اختياراته بالشغل اللي بيتم في الفترة الحالية شايف أجيري مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة ممكن نوصل لفين نروح إزاي هنوصل بس بش في الوقت السريع بش في الوقت اللي احنا فيه ده هياخد وقت لازم ياخد وقته بمعنى إيه بمعنى إن احنا النهاردة احنا حطنا تحت ضغط بطولة الأفريقية اللي جاي في شهر الستة وعلى ملعبنا وجمهور المصر اللي هيقبل إن شاء الله يكون التنظيم من نصابنا بإذن الله ماشي بقى برضو دي هنكلم فيها بنتمنى هذا لكن برضو لازم نحط في اعتبارنا احنا بكل واحد يقول لك يا رب بركب العربية الحلوة دي طيب لما تركب العربية الحلوة دي صانتها بكام وصحوتي فيها بلزين بكام إن انت تتلعبها وتعملها في مصر البطولة ومتاخدهاش هل انت نهاردة فنيا نجاهز تاخد البطولة دي بالأداء اللي احنا شفناه الرجل بيجرب لسه وبيركب ده وبيحط ده وبيشيل ده وبيدخل ده لسه موحل التخوير لسه بس أنا بشجعه لهو يعمل كده لإن فعلا إن احنا محتاجين نغير القماشة بتاعت المنتخب الفترة اللي فاتت تمام فالوقت دلوقتي دايق دوري مضغوط عندها بتلعب فيه الأفريقية وبطولة العربية لازم ياخد وقته كويس قوي ومش تقدر تديله بسبب الضغوطات بتاعت المباريات دي وحسب الأجندة المتاحة فانت النهاردة حطيت الراجل تحت ضغط اللي انت اعمل اللي فيه في قصة عشان هنلعب نهو مع طبعا تحفز جماهيري وإعلامي اللي انت المباراة المباراة الملعبنا بالضبط إذا كنا حابلصة النهائي بره وعندنا طموحات قولك يا عام نوصل كاس عالا يعني شو اللي يحصل اللي يحصل أول ما تحط أول ما تقرب من السفر وتدخل على البطار كده تبتدي نغبة إيه لا ده إحنا عايزين نخش عايزين البطولة أحسن أغد بالك هذا الحاجة الحاجة التانية نتكلم فيها بكل صراحة تنظيم البطولة طبعا خلاص الوقت لا لا تفضل هو آخر سواء الرئاسة طبعا دام للتحاد تحرك في هذا الموضوع يبقى هم واخدين أردر من الناس المسؤولة في البلد المسؤولة على البلد تحرك في هذا الموضوع ما يدرش الاتحاد يا ملكاه لكن هذا الموضوع دلوقتي أنت النهاردة الأهل اللي بيرمز بيش هتدخله جمهور جمهور جمعة صح ما فيش جمهور ما فيش جمهور طب أنت النهاردة 24 فرقة هتستقبل جمهورهم من حقهم تمام عندك 12 ملعب لو قولنا كل فرقة أو كل فرقتين في ملعب تمرين بيعندك تأمين 12 ملعب فرقة التي تتمرر المرة والفرقة التي تتمرر المرتين والفرقة التي تتعندها زيادات والحاجات دي كلها تدر لو أساء البعثات اللي هيخرجوا هنا وهنا وجمهور اللي هيخرج هنا وهنا وهنا هل أنت عندك القدرة والاستعداد في الوقت الحالي تستطيع على كل هذا أتمنى لو هتبقى نالة تانية خلص بالنزالة بعد كده أكيد بإذن الله لكن لو فيه ألأ من جوال إنه نفسي نحن نبقى أحسن وأحسن بس فيه ألأة أكيد إن شاء الله الجاي أحسن بإذن الله كابتن علاء والمقياس الموجود في الدور الحالي ما يكونش هو الصورة المنعكس في كاسرون بإذن الله الفترة جاي إن شاء الله كابتن علاء نبيل المدير الفني الأصبك لنادي المقالون العرب أشكرك شكرا جزيلا هذا الحوار وكل التوفيير لك يا ربا في المرحلة الماضية شكرا جزيلا كان حوار مهم جدا وشايق مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني الأصبك لنادي المقالون العرب القناة ضوء على التجربة في قيادة المقالون العرب في الفترة السابقة والنتائج السلبية نتيجة سوق الحظ في فترة مع فريد المقالون في الدور العام ثم الحديث عن النادي الأهلي والمباريات الأفريقية كلال الفترة القادمة تلك يا ختام الفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة مع كابتن علاء نبيل لكن بعد الفاصل زميلي عمر ربا ياسين والفقرة الحوارية الثانية مع أحد النجوم النادي الأهلي السابقين الكابتن أبو المجد مصطفى